شكراً لكل حد كتب على السوشيال ميديا قلق على الحديقة قلق على الشجر وشكراً أيضاً لكل من كتبوا عن مقبرة عميد الأدب العربي طا حسين احنا ابتدينا هذه القصة منذ شهور طويلة وتابعناها مع الأسرة عندما شكت أنه كانت مقبرة عميد الأدب العربي دكتور طا حسين تتعرض للإزالة والفترة الأخرانية كان فيه تصاعد في الأحداث وكان فيه علامة أكس وكلمة إزالة على المقبرة والحقيقة أنه أسرة عميد الأدب العربي كانت على السوشيال ميديا وكان فيه دعم كبير من كل المثقفين دعم كبير من المهتمين بالتراث والمهتمين بالأدب والمهتمين بحقيقة مصر وحضارتها وتاريختها الشجرة يعني هنا ماها أعتقد ماها عون يعني ابنة حفيدة دكتور طا حسين كتبت أنه هذه هي الشجرة التي زرعتها جدتي سوزان زوجة طا حسين ولم تكن تعرف أن هذه الشجرة لن يتم ريها من جديد بيان واضح من محافظة القاهرة أنه لن يتم المساس بمقبرة دكتور طا حسين كلمة إزالة اتشالت العلامة الأكس اتشالت وبيان واضح من محافظة القاهرة بأنه لن يتم الاقتراب من مقبرة عميد الأدب العربي دكتور طا حسين الأسرة قالت أنها هتجيب حد من المقابلين يعني يوضب هذه المقبرة لكن هو في مجموعة أسئلة الحقيقة طيب ماذا عن المقابر المجاورة يعني هو اللي حصل أنه المحافظة أو الجهزة كانت بدأت به هدم المقابر المجاورة كده فضلة مقبرة دكتور طا حسين لوحدها والمقابر المجاورة بدأ هدمها طيب ده الشكل ده حيفضل إزاي ده محتاج إعادة ترميم من المحافظة ما يهمناش كتير هل كانت فعلا يعني حيتم هدمها وتم التراجع عن ذلك خاصة لما تم بقى الكلام أنه هو حيتم نقل رفاته إلى فرنسا وفرنسا ترحبه الكلام ده كله مش مهم المهم النتيجة النتيجة أنه رفات الدكتور طا حسين الذي عاش من أجل هذا البلد الذي قال كان وزيرا للمعارف وهو ضرير وكفيف وقال أن التعليم يجب أن يكون كالماء والهواء للمصريين أن السيدة سوزان زوجته الفرنسية التي شاركته هذه المسيرة حيفضل موجودين مدفونين في مصر الأسرة قالت أنها لا يمكن أن تنقل شخصا أراد أن يولد ويدفن في هذا البلد وتأخذ رفاته وتدفنها في بلد آخر هذه غربة ما بعدها غربة وهذا كان اتفاق الأسرة بحي الأسرة على إثارتها لهذا الموضوع بحي كل السوشيال ميديا وكل المثقفين اللي وقفوا كي تبقى هذه المقبرة في مكانها نتمنى أن نتعامل مع مقابر الناس كلها وبالذات مقابر الرموز بكثير من الاحترام والأهم أنه نكلم الناس نكلم الناس المحافظة تكلم الناس يعني الناس دي تحط عليها إزالة وتشلت الإزالة وقالوا حتتهدم وما تهدمتش بدون أن حد يرفع سمعة التليفون من المسؤولين أو من محافظة القاهرة يقول لأهل المتوفي أو أهل المدفون احنا هنعمل كذا التواصل الناس الحكومة بتخدم الناس لازم نكلم الناس فكرة أنه لا تواصل وأنه ده هيحصل وده هيتعمل وده هيعدي من هنا وحنشيل المقبرة طب ليه؟ نكلم الناس نتفاهم مع الناس ده مهم جدا في العلاقة بين الحكومة وبين الشعب تحية لروح أديب العدق يعني عميد الأدب العربي دكتور طه حسين هذا الرجل الذي أسس يعني التعليم في مصر ويعني واحد من أهم الأدباء والمثقفين ليس في مصر فقط ولكن في العالم أجمع